آخر نقطة هنتكلم فيها في الموضوع ده هتكون عن العصير مع بداية تناول الطفل للأطعمة الجامدة تسع أطفال من كل عشرة بيقبلوا شرب العصير بعد الأطعمة يعني بعد ما الطفل يبتدي يأكل الأطعمة بقى الجامدة مش المضروبة أفضل أنواع العصير بنسبة للأطفال على الإطلاق طبعا العصير المنزلية يعني اللي هي بتتعمل في البيت أفضل الأنواع على الإطلاق هي عصائر التفاح والعنب الأبيض وأخيرا كده ابتدت الكومترة يعني فيه دول كتيرة ابتدوا يستخدموا الكومترة وياخدوا العصير بتاعها يلي التلاتة دول عصائر زي البطيخ والفراولة أنا بتكلم في الأفضلية يليهم الجوافة يليهم البرتقال لازم العصائر كلها تكون متصفية بس أحب أن أنبه حضراتكم لحاجة ودي برضو تقالت في التقرير إن الفكهة أفضل من العصائر تمام يعني بعد كده ما تشغلوش بالكواقوي أن الطفل يشرب عصير طبعا ممنوع السكر بس ما تشغلوش بالكواقوي لو طفل يعني ما حبش العصير ويستحسى أنكم تأجلوا العصير قدر المستطاع لما الطفل يأكل فكهة أفضل وكمية العصائر لازم تكون أقل من كمية المية مش قدها يعني إذا كنا هندي للطفل مثلا 50 ملي مية على مدار اليوم فمش لازم كمية العصير تزيد عن 25 ملي على مدار اليوم إعداد العصير نفسه بقى بيكون بطريقة التخفيف بنسبة واحد لواحد يعني كمية من العصير وصدها كمية ومناسبة من المية وبلاش ندي العصائر للطفل قبل النوم وبلاش ندي للأطفال العصائر في حالات الإسهال وبالمناسبة العصائر والمية مفيدة في الإمساك مش في الإسهال ولازم العصائر بعد 6 شهور والأفضل إذا ابتدنا يعني إحنا ندي للطفل عصير نكون قرب نهاية السنة الأولى من عمر سنة لعمر 6 سنين كمية العصير يجب ألا تتجاوز من 120 ل180 ملي على مدار اليوم وطبعا زي ما قلت بدون إضافة سكر وزي ما قلت برضو العصائر المنزلية أفضل زيادة العصائر بتقلل شهية الطفل للأكل والعصائر مش مصدر للبروتينات وزيادة العصائر برضو قد تسبب لقدر الله الإسهال وصعوبة الهضم والغازات ترجمة نانسي قنقر